أرضو من ضمن التطورات اللي حصلت النهاردة وزارة التموين اللي أعلنت على أنه تم التعاقد عالمية واحد ألف طن زيت خام وده عشان تعزز به رصيد الاستراتيجي اللي موجود عندنا من الزيت التمويني لحد ست شهور كاملة أما البنوك فبنك مصر والبنك الأهلي أعلنوا النهاردة نشاهدات الإدخار بعائد 18% اللي أطلقوها مبارع كإجراء اقتصادي عاجل حققت منذ إطلاقها وحتى الآن 51 مليار جنيه 14 مليار منهم حصيل البنك مصر 37 مليار للبنك الأهلي البنك الأهلي كمان النهاردة قرر تطبيق إجراء اقتصادي عاجل برفع أسعار الفايدة على القروض الشخصية وقروض السيارات يعني اللي عايز يشتري استنى شوائل لأن تبقى 3% ده حيتم تطبيقه على جميع الشريح بما فيها الاتتناءات بداية من اليوم الدهب الخزينة الدهب والبورصة النهاردة كمان كان فيه نوع من أنواع التغير الدهب أسعاره وصلت الارتفاع من بداية اليوم سجل عيار 18.934 جنيه عيار 21 وصل لألف تسعين جنيه واعتقد نترفع شوية بعد كده عيار 24 وصل لألف متين ستة واربعين جنيه الأسعار دي حصل لها تراجع بعد كده وصل تقريبا عيار 18 لتمنمية أربعة وسبعين وألف وعشرين كان عيار واحد وعشرين وألف مية خمسة وستين عيار أربعة وعشرين البورصة بقى اختتم تدولة بارتفاع في المؤشرات ورأس المال السوقي حقق ربحا سبعة أو تلاتة من عشرة مليار جنيه ده كان عرض سريع لأبرز التطورات على المستوى الاقتصادي ما زال لدينا الكثير في هذه الفترة لنذهب معا إلى عناوين الأخبار ونرجع علشان نكمل معاكم ونجاوب على الأسئلة التي تشغلنا منذ خفض الجنيه ورفع الفيض